ارجعنا لكم من بعد هذا الفاصل الغناء اللي نتابع معكم هوانا الوطن برنامجنا بفقراته المتنوعة مواضيعنا اللي منحب دائما نركز عليها منركز على يمكن قضايا كتير بتهم المجتمع وقضايا هلأ هي بارزة وسيئة يمكن عم تنتشر في المجتمع الحالي وعم تنتشر بالعالم كمان اللي هي التدخين أو السجائل الإلكترونية والأولى فقراتنا في صباح اليوم من برنامج هوانا الوطن رح تكون طبية صحية للحديث عن أضرار السجائر الإلكترونية على الصحة خاصة بعد انتشارها بالأون الأخيرة وبعد سمعنا للعديد من حالات الموت المفاجئ بسبب السجائر الإلكترونية فلتعرف أكثر على فكرتها وعلى أضرارها أيضا على الصحة نرحب الآن بضيفنا الدكتور يحيى إسماعيل وهو استشاري أمراض القلب والشرايين وأستاذ مشارك في كلية الطب والعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية أهلا وسهلا فيك وسعد صباحك سعد صباحكم وسعد صباحكم وسعد صباح المواطنين وشكرا للاستضافة وأرجو أن ما أكون مستفز للمدخنين إحنا بدنا نستفزهم مشان يتركوا التدخين إحنا اليوم عم نحن هما يعني المشكلة عم بهربوا من هالك لمالك لأباط الضرواح هاي بالتدخين كانوا يدخنوا يمكن فيه أكتر من طريقة في الأرقيلة في السقاير العادية في البايب أو الغليون وهلأ في السقاير الإلكترونية هاي اللي هي الكل بيحكي أنه هي كانت أخف ضرر ولكن فيه زي ما حكت زميلتي هلأ أنه فيه كتير حالات تم تسجيلها حديثا أنه بسبب الوفاء بسبب السقاير الإلكترونية حابب الأول تحكيلي بدناش نعمل حياة وردية لإلهم أنه فيه شيء أهوان من إشيء بس حابين نحكي عن كل طريقة التدخين أو كل أسلوب التدخين ومين مدير أكتر؟ أول فرق يعني بشكل عام ما بين السيجارة العادية والسيجارة الإلكترونية نعم هو زي ما بتعرفه هو التدخين بشكل عام بكل أشكاله مأساة صحية عالمية مجتمعية اجتماعية اقتصادية بكل الأشكال فكانت مشكلة يعني الإنسان بدأ مشكلة وحاول حلها ليش حاول حلها؟ لأنه وجدوا التدخين فيه خمس تلاف أو أكتر من سبع تلاف مادة خطرة مسؤولة عن تصلب الشرايين تصلب شرايين الدماغ الجطات القلبية الدبحات الصدرية كل أنواع السرطانات إلها علاقة بطريقة أو بأخرى بالإضافة أنها مشكلة اقتصادية واجتماعية وكل شيء فالإنسان لما شاف أنه طلع الجين من المصباح على الدين بده يرجعوا معرفش كيف يرجعوا بدنا نخلي الناس يوقفوا تدخين بدنا نخليهم يبعدوا عنه كانت صعبة وفيها نوع من الإدمان صارت ناحية قانونية وقضائية في أمريكا بليارات الدولارات تدفع للناس المتضررين من تدخين فصار دور على وسائل أجولنا بالعلكة اللي فيها نيكوتين أجولنا بالباتشز اللي فيها نيكوتين وأنا بتوقع بالأساس أنه فكرة السيجارة الإلكترونية نتجت من شركات التدخين نفسها الموزع للسجائر العادية لحتى تكون مبرر أو لحتى ما تخسر أكتر من هيك لأنه هي مضطرة من قبل وزارات الصحة المتشرة بكل دول العالم أنه تكتب مدار التدخين على كل علبة وبالتالي جابوا وسائل من جملتها للسيجارة للأسف تسميتها كانت تسمية خاطئة يعني هم عملوها سيجارة إلكترونية ففانسي نيم للي بدخن أنه يستعين فيها مرات مشان فانسي وهم سافروا في البيت أو صارت وكأنها وسيلة أخرى للتدخين وهي أدرادها عادية؟ هي وسيلة لترك التدخين فشو عملي همي؟ بدل ما أنت تاخذ السيجارة ولما تنحرك بتطلع لك 7000 مادة مصرطنة قالوا تجيبوا سيجارة إلكترونية بتحط فيها نيكوتين بتحط فيها ثلاث زيوت تتبخر تطلع نفس الدخان وهو أخذ النيكوتين ولذلك إذا بدنا ناخدها كأضرار صح ضررها أقل ولكن للأسف لكثرة انتشارها وللمفهوم السيء تبعها سيجارة بديلة صاروا الشباب يدخنوها لن مش منوعة صارت إلها أضرار من الزيوت المستعملة لإنتاج هذا النوع من البيت واستيلاك أكبر صار كمان فالتأسين صار أكبر واستيلاك أكبر يعني بتحكي مع المدخنين بقولك أنا يا عم كنت بدي أدور على الوقت المناسب للسيجارة للأرقيلة هالليلأ وأنا في الحمام معي سيجارة الإلكترونية وأنا في الشارع وأنا في السيارة وأبطلوا الناس يحسوا كأنه إشي غلط فصفت نفس الضرر لأنه زي لما يمكن كان يستهلك مثلا بكات باليوم لما صار يستخدم السيجارة الإلكترونية صار يستخدمها بالنسبة أعلى صحي فالضرر هنا زال صحي ولذلك يعني بالآخر ست شهور وهذا كويس يعني ربا ضارة نافعة صارت حالات يعني حتى بالنيويورك تايمز سمولك إيها مستيريوس ديث في الناس المستعملين للسيجارة الإلكترونية راح وجابولك صورة كيف واحد الفك تدمر تبعه لأنها انفجرت السيجارة الإلكترونية في تموم فبلشوا الآن المجتمعات والناس والحكومات تنظر على أنه هذه السيجارة الإلكترونية مش زي ما كنا متخيلينها بدون مؤضرار وإنما عم بتحصل أموات لأنه بتعرف زيوت هاي المستعملة يا أربعة زيوت ثلاثة زيوت إيش الزيوت هاي المستخدمة؟ واحد منها جليكولين واحد منها جليسرول واحد منها فيجيتابل أويل مش هل تطلع الدخني يعني هي إت فيبر اللي سموك لايك كيلر بس بتأخذ منها النيكوتين فلحد هلأ في أمريكا صاروا مسجدين حوالي خمس وفيات حوالي أربعمائة أربعمائة وخمسين اللي أعلن عنها من الأضرار على الرئة الشديدة نتيجة استعمال السيجارة الإلكترونية طيب اللي ممكن يتأثر بالسيجارة الإلكترونية هو نفس الشخص الممكن يتأثر بالسيجارة العادية؟ هو للأسف السيجارة العادية هي ضارة لكل الناس يعني ما في إنسان الله خلق عنده مناعة إنه ضد التدخير ولذلك داخل مش عاصل معك الشيء بس الطريقة أو بأخرى اللي بصير عند جالتة قلبية ذبحة صدرية سرطان رئة سرطان تم سرطان رئة يعني الكل بتأثر هلأ السيارة الإلكترونية زي المعسل فيش في نيكوتين بس في زيوت هاي الزيوت ممكن ناس يكون لهم حساسية سير لهم زي الأزمة ممكن ناس يصير عندهم تدمير للخلايا الرئة اللي مسؤولة عن هالإكسجينج بين الأكسجين وثاني أكسجين الكربون ممكن يصير نوع من التفاعل الجسم ضد هاي المواد تعمل اللي بنسميه أوتو إيميون طيب يعني الأطباء والعلماء في هذا المجال يعني ما قدروا يطلعوا أبحاث ودراسات مؤكدة قبل الترويج قبل انتشار هاي السيارة الإلكترونية بالأسواق إنه ممكن تكون أضرارها أعلى ونتائج نتائجها السلبية تكون صادمة أكثر صحيح هو الأسف يعني خلينا نقول أبحاث كيف الأبحاث بصير عادة الأبحاث بتبلش فيه ملاحظات اللي بنسميه إحنا كيس ريبورتز بعدين بتشجعوا الناس بصير عملوا أبحاث أكبر فهلا هدول الناس اللي ماتوا بخمس حالات هدول كيس ريبورتز يعني I think إنه هلأ وععت الناس وععت المجتمع وععت الطب وععت الوزارات والصحة على إنه هاي السيارة الإلكترونية فيه لها الدرار مميتي ولذلك أنا بتوقع في المستقبل إنه سير فيه أبحاث من هذا الشكل لكن بدنا نبه إنه الأبحاث لأسف برات بتكون صعبة ليه؟ لأنه إنت لما تيجي شركة أدوية تطلع دوا بكلف ملايين وبدها تبيع بلايين بيبقى فيه فلوس مشان تدعمي الأبحاث الطبية للأسف أبحاث من هاي الشكل ما حدا لا راح يكون لها لا أم ولا أب يعني بدهم الدكاترا يصيروا يجمعوا معلومات وملاحظات ويسجل اللي بنسميه إحنا يعني خلينا أقول كوميونيتي أو مجتمع كامل يعني نشتيبها الناس اللي بدخنوا خاصة إنه هي على أنواع وأشكال صحي بس أنا اللي بدأ نبهه إنه مرة تانية إنه السيجارة الإلكترونية ليست وسيلة تدخين هي وسيلة إقلاع عن التدخين يعني إحنا الناس دول اللي بدخنوا مشان الإدمانة على النكوتين يتخلوا منه تس هي وسيلة سيئة يمكن أنت حضرتك أكيد متابعة بحضرتك دكتور قلب وشرايين إنه أكيد تعرف تأثير التدخين على القلب وشرايين وكمان على الرئة وعلى دماغ وعلى كتير أجزاء وأعضاء بهذا الجسم منعرف إنه إحنا المدخن عقله يابس شوي ما بيستوع المصر على إنه عم تحكي له تدخين صعب وتدخين شميح تدخين مضر بالصحة رئتك هذا جيب له صورة قلب أو رئتين واحد فرش وواحدة سودا حيقولك بعرف بس مش قادر يترك لأنه زي إدمان بيستير عنده وهي أكبر مشاكل التدخين لهي الإدمان فلما أنت بدك تهرب بعيد للجملة اللي هي من هالك لما لك لأبادروا بزلط يعني بزلط إحنا إيش فينا هون نساعد المدخن إنه هو يمكن يهرب لطريقة أسلم صحيح هو طبعا هذي مسئولية عامة مسئولية مجتمعية مسئولية طبية مسئولية حكومية وقانونية وبالتالي يعني مثلا عندك في الغرب أنا كنت في كندا إنه في عندك سموكينج سيسيشن هيلبلاين واحد تمنمية رقم معين أنت بتتصل فيه إذا كنت بدك تترك التدخين مشان يساعدوك كيف تترك التدخين مش إنه لحاله يروح على سيجارة إلكترونية في ناس لا ممكن إنه يترك التدخين بالدعم الاجتماعي العيلة تبعته تدعمه وصير خفف شوي شوي الأطباء اللي هم مساهمة كبيرة توعية المرضى والأصحاء على إنه التدخين هذا مضر وكيف بيقدر يوقف التدخين في ناس بحتاجوش لإشي مشان تدخين واللي بده يستعمل لازم نعلمه برضو إنه كيف يستعملها إلها طريقة إلها طريقة بدك تستعمل السيجارة الإلكترونية بنقول لما أنت تشعر بهال بهال العنف تبع السيجارة العديد الليكوتين الإدمان بتروح تأخد شوية ليكوتين عبين ما إنك تروح حالسيرج أنا هاي اللي بدي أسأل عنه إنه السيجارة الإلكترونية تأثيرها على دماغ المضمن على التدخين والسيجارة العادية بيكون بنفس الدرجة يعني بيشعر بنفس الشعر وبتعطيه السيجارة العادية النكوتين بالضبط لأن السيجارة العادية هي المادة اللي بتأثر على الإنسان خلينا أقول لها اللي بفرحه واللي بدوخه واللي بنبسطه عليها هي النكوتين بس الأسف النكوتين نحطوه في السيجارة ينتج احتراقات يعني هو مفاعل نوو السيجارة بتطلع سبع تالاف مادة سلطانية فراحوا عملوهم إياها بالباتجز نكوتين الحالة في الشاشة ثانية أو بالعلكي أو حطوهم إياها بالسيجارة الإلكترونية طيب الباتجز بتساعد هي بيزنس الباتجز بتساعد الباتجز بتساعد نعم فهي أنا قصدي أنه النكوتين مدمن والنيكوتين مدمن وإحنا نساعد الناس على ترك التدخين عن طريق اللي بنسميه إحنا تيبرينج داون النكوتين يوز سواء عن طريق يخفف السقائر سواء عن طريق نكوتين باج أحكي لك أنا من باب من باب المدخرين بقعد أفكر بتفكير الحمد لله أنا ما بحبش التدخين أصلاً ولا بقدر أشوم ريحته حتى بدايق إذا حدا كان قاعد جنبي يعني هذا اللي هو بسموه تدخين السلبي كما أنه هم مش بس عم بضروا حالهم بضروا اللي حواليهم بضروا الأخري بس خلينا نفكر من كيف يفكر المدخنين خلينا ناخد فئة النساء في عنا بالعالم نساء مدخنات بيحكو لك أنه أنا إذا تركت التدخين بنصح عندهم هاد الفكرة أنه أنا طبلته بالسقاير هلأ أو أني كتين بيخليك كنا ما تستطعم بالأكل بفقدك الشهية وحتى عند رجال نفس الشي ولكن عند النساء لنا بيهتموا بوزنهم أكتر بقول لك طب أنا إذا تركت التدخين رح أنصح أنا ما بدي أنصح صحيح وأنا بصراحة يعني أحسن طريقة أنك تقنع ناس تدخل التدخين أنك تكون صادقة وواقعية وذاك أنا دعم بقول لهم أنه كتين مدمن وصعب وبدو مساعدة وبدو صبورت وكذلك بقول لهم أنه دير بالك رح تنصح أو رح تنصحي لما تترك التدخين وهذا إشي بصير بصير يستطعم بالأكل بيش بس هيك أنه التدخين بلحي بزيد المتابوليزم تبع الجسم وبالتالي الجسم بصير كأنه بركد الكاظ كأنك شادة على دعسة البنزين الناس بصير يأكلوا أكتر مرات فإذا أنت وقفت التدخين وضليت نفس الهبط ما تلعبيش رياضة وتعكل نفس الطريقة بدي نصح فبقول لهم الحل مش أنك تضلك الداخل الحل توقف تدخين وتروح تلعب رياضة مش هن تنسى التدخين بالمرة وصير أكلك صحي وحياتك صحية مش هما تنصح وبالعكس حتى لو انصحت أو انصحتي بقول لهم ما في إيش أسوأ من التدخين انصحوا بنرد نضاعفكم آه بسيطة هاي بس أهم شي توقف التدخين هاي الأصحاب حكي للأسف يعني هو تدخين مش بس الكبار يعني اللي بعانوا منه انه شباب صغار في المدارس هاي الظاهرة اللي عم نشوفها اللي كتير سلبية وكتير مؤذية لازم نحط لها حد ويمكن السجارة الإلكترونية ساعدت بانتشار الظاهرة أكتر لأنه متوفرة بكل مكان وما في عليها قيود مية في المية حتى بالغرب هلا في أمريكا إذا بتطلع على الحالات اللي ماتت والحالات الإنصابة المعاناة الآن ولذلك أظن قريبا في الغرب رح يوجد قانون يحرم يمنع خاصة صغار لأنه للأسف زي ما تفضلت السجارة اللي بدخنها هو عمره ستين سنة الواحد بتضره عد عشر سجاير بدخنها الشاب الصغير اللي لسه جسمه عم بمب الفيسيولوجيا تبعته عم تنمو وبالتالي الضرر اللي بصير هناك زي الضرر في أساسات البيت يعني تعمل جريمة بالإضافة زي ما تفضلت لسه فيش قوانين محرمة بالغرب إذا بدك تشتري علبة سجاير لازم يطلب الرخصة بس أنا ما فيش حالة يطلب الرخصة وبالتالي الأربعمائة حالة اللي تضررت الرئات عندهم بالغرب والخمس حالات اللي ماتت إذا ما عملنا إشي عنا مشان يقيد قونا استعمال السجارة الإلكترونية رح تكون آلاف لأنه عدد الناس اللي بيستعملوها كتير وعدد والثقافة الموجودة عنا في المجتمع قليل يعني في أمريكا مثلا بالتلفزيون بالراديو بالجريدي بالمدرسة بالحكومة بالرخص بس بتحسوا ما بيأثر يمكن هلأ يمكن صار فيه طريقة الفيديوهات اللي عم تنتشر لحتى تواعي الناس يمكن شوي هاي بتأثر ولكن ناخد على سبيل المثال باكات الدخان بيكون محطوط عليه إنه هذا بيأدي للوفايا المبذكرة بيأدي للسرطان بيأدي للمشعار فإيه؟ طب منطقي إنه انت شركة شركة عم بتصنع دخان عم بتصنع سجاير وهذا الإشي عارف إنه البرودكت فيه أخطار وإنت بس بتنوه إنه فيه هاد الخطر ما بعرف لاش منطق الإشي يعني كمان حاب أعرف من وجهة نظرك كدكتور كمان لما أنت تشوف باكات التدخين وعليه هذا الشي والله أقول لك أنا بصراحة ما هو التدخين هو مثال إحنا بالطب فينا كتير أمثلة وتألفت كتب عنها وأفلام قديش كان الإنسان مرات مجرم بحق نفسه بحق المجتمع وحق غيره إن شركات التدخين بتعرف كل إشي سيء عن التدخين من الخمسينات لكن إيام تتحرك الشركات التدخين لما صار الناس صارت عنهم سرطانات وصار يموتوا في الجلطات ورفعوا قضايا وصارت مسألة قانونية ومسألة خسارة معطيك الصوم وبيقول لك إنه هذا الصوم يعني هو مش نابع منهم برضه يعني من كل بزارات الصحة يعني قانون نعم في القانون هلأ آيكوس هذي ما هي كمان شوي بطلع عنها أشياء يعني فيليب موريس راح تضحك على الناس صنعات لهم دخان مقبول قانونيا قال بس بتسخين النوكوتين مش بحرقه زي السجاء العادي وصار أغلى من التدخين والناس انتقلوا عليه ولذلك يعني هو بده يعني جهد كبير من الدولة ومن المجتمع ومن البزنس من الأطباء ومن الأطباء بشكل خاص لأنه أمريكا كيف وقفوا تدخين وكندا صار التدخين ممنوع في المستشفى وممنوع في المطعم ممنوع في السيارة العمومة ممنوع في الباص ممنوع في القطار حددت بقى ما كان محددة بالضبط وصارت الزوجة تقدر تقول لزوجها أو الزوج بقدر لزوجته ما بصير تدخني في البيت ولا في السيارة فصار ما فيه ضغط عليهم الأرض ومما راحوا بتت فشو بدي أعمل دواقف تدخين ولما يخفف تدخين هاي وسيلة أصلا لترك التدخين مش إننا نقول لهم طيب انتوا تدخنوش بس مشان ضلوا مبسوطين خدوا سيجارة إلكترونية وعملوها أجلات هم بصيروا كمان عصبيين إذا تركوا التدخين هاي المشكلة كمان قربك نار وبعدك نار فأنا قصدي إنه يعني بدها جهد اجتماعي مجتمعي أول إشي بصراحة أول إشي لازم نتضامن مع المدخنين كيف نتضامن معهم؟ نستوعي إنه فعلا إدمان يعني نشعر معهم ونأخذ بيدهم ونمشي معهم إشان نترد التدخين أو نتحملهم بالبداية إذا عصروا مش إنه إنت بلصان وإنت ضعيف وإنت بتقدر إش لا، هو إدمان بس برضو لازم يكون القرار نابع منه بإرادة عشان نقدر نكمل عشان نقدر نكمل كل يشي بساعدك أصلا؟ بالضبط، وبعدين مخنا بشتغل إذا قلت يا رب ساعدني علي يا رب أوقف التدخين بيجي يوم ولا الدماغ لقي طريقة كيف توقف صحيح، وحلو نستغل إنه ببعض الأماكن العامة ببعض المؤسسات ممنوع التدخين فيها بتاتا فهذا الإشي بيسهل عليك تدريجيا إنك تتركه مية في المية، وهذا واحد من الأشكال أو اللي صار في الدول الغربية كيف خلت الناس يوقفوا التدخين يعني بصراحة بقول دائما زوري فشي مشكله مطارات بس مثلا مطار لندن في محلات مدخنين بالغلط مرة ما رأت من جنبه بتئز منه بتتقزز منه يعني عملو خصوصي عملو مبتق الطريقة قاسدة مشان الناس ما يتشجع يروحوا يقعد هنا والحلو كمان صار فينا كمان بي يمكن بينابلس أو بفلسطين في صارت أماكن أو مطاعم أو كافيات بس للأشخاص الغير مدخنين كمان هذه بتساعد كمانا تنشؤر هذه الفكرة وبالشركات صارت الفكرة معممة أكتر شكرا كتير لك دكتور احنا متشكرك على كل جهودك وعلى كل هذه النصائح اللي نقدمها للأشخاص اللي بدخنوا دائما منيك الله يضيم علينا الصحة والعربية تحياتنا شكرا جزونا لكم شكرا المواطنين والله يعين كل مدخن أن يتم كتددخين شكرا والله يعين الأشخاص اللي حواليك شكرا